اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الجملة العادية باللغة الإنجليزية لكن الجملة الأمرية تتكون من فعل ومفعول به وليس فيها فاعل يعني هي الجملة العادية فاعل فعل مفعول به لكن الجملة الأمرية رح تبدي بفعل ومفعول به وما بها فاعل لأنني ده أأمر فمنها أأمر مباشرة أقول الفعل مثلا أقول افتح الباب أغلق الباب يعني مباشرة من أبدأ الجملة أبديها بفعل يعني جملة الأمر ما بها فاعل مباشرة فعل مفعول به مثلا open the door افتح الباب مفهوم إذن جملة الأمرية تتكون من فعل ومفعول به الجملة العادية فاعل فعل مفعول به استخدم صيغة الأمر لإعطاء زين هسا إحنا من نريد نؤمر عدنا أدة أنواع من الأوامر أول شيء لإعطاء تعليمات مرات نؤمر شخص بس إحنا دي نمطي تعليمات مرات لا أوامر ومرات تحذيرات فإذن تقسم إلى ثلاثة أقسام تعليمات Instructions أوامر Orders تحذيرات Warnings يعني مرات نؤمر شخص بس إحنا دي نحذرها تعليمات Instructions أوامر Orders تحذيرات Warnings لتكوين صيغة الأمر فأن الجملة المثبتة تبدأ بفعل مجرد إذا أريد أسوي جملة أمرية بجملة مثبتة لازم تبديلي بفعل مجرد خالي من أي إضافة والفعل وين يكون ببداية الجملة لكن إذا أريد أسوي جملة أمرية بصيغة النفي نستخدم يعني الجملة راح تبدي ما راح تبدي بفعل يعني هسة إذا أريد أسوي بصيغة الإثبات راح تبديلي بفعل مباشرة يعني مثل Open the door هاي بصيغة الإثبات بصيغة النفي جملة الأمرية تبدي أما ب Never أو Don't يعني أقول Never open the door Don't open the door هاي راح أصير جملة أمرية بصيغة النفي بصيغة الإثبات لأ مباشرة تبدي بالفعل Okay now let's take some examples ناخد بعض الأمثلة عن الأوامر التوجيهات مثلا Mix two eggs with the flow and water يعني أمزج بيضتان مع الطحين والماء هاي جملة أمرية لكن شنو بصيغة التوجيهات يعني إذا أوجه شخص يسوي يمزج بيض وطحين مع الماء Keep milk in the fridge يعني أحفظ الحليب في الثلاجة Okay هاي أيضا بطريقة التعليمات بس هي جملة أمرية دتلاحظون الجملة الأمرية بشنو باشرة أنت تبديل بفعل ما عندي فاعل He orders الأوامر يعني من أمر شخص يسوفت شي معين مثلا من أقول لك Come here تعال إلى هنا Give me your book أعطني الكتاب أو أعطني كتابك أوكي فأيضا الجملة الأمرية بدأت بفعل Burning's التحذيرات Look both ways before you cross the road أنظر لكل الجانبين قبل عبورك الطريق أو الشارع هاي هنا أنا شنو دا أحذر بس الطريقة الأمر فبدأت لي الجملة بفعل Negative imperative هسا لي عمل صيغة الأمر بس بطريقة النفي يعني مرات أمر شخص بس الجملة بطريقة النفي أوكي بنستخدم أما don't أو never يعني هنا شنو هنا رح تكون أمر أنه ننهي شخص أنه يسوفت شي معين مثلا don't talk لا تتكلم never do that again لا تفعل ذلك مرة أخرى أوكي فهنا جملة أمرية لكن بصيغة النفي فهي أما تبدي بـ don't يعني أما تبدي بـ never أعلمكم التحذير بالجملة المثبتة والتحذير بالجملة المنفية خلصنا هسا خلصنا الجملة الأمرية هسا رح يعلمكم التحذير للتحذير في الجملة المثبتة يعني إذا أريد أحذر فت شخص من فت شي معين إذا كان التحذير بجملة مثبتة أستخدم always للتحذير في الجملة المنفية نستخدم never هسا هفهمكم شنو يعني مثبتة شنو يعني منفية يعني إذا كان التحذير سلبي فأكيد أنا رح أستخدم never إذا كان إنجابي فرح أقول always فرحهمكم من خلال الأمثلة let young children play with plastic bags تدعى الأطفال الصغار يلعبون بأكياس النيلون زيان هل هذا الشي جيد إلهم لو غير جيد أكيد هذا فت شي مو زيان إلهم فأني صار أستخدم always يعني أحذرهم دائما يلعبون بأكياس النيلون لو أبدا ما يلعبون بأكياس النيلون هذا الشي يعتبر سلبي فلازم شرح أستخدم never never let young children play with plastic bags أبدا لا تدعى الأطفال يلعبون بأكياس النيلون wash your hands before you eat واخسل يدك قبل أن تأكل هذا شي إيجابي لو سلبي إيجابي فاش رح أقول هذا تحذير بس إيجابي فرح أستخدم always always wash your hands before you eat دائما أغسل يدك قبل أن تأكل medicine out of the reach of the children أحفظ الدواء بعيدا عن الأطفال هذا فت شي إيجابي أنه نحن لازم نحفظ الدواء بعيدا عن الأطفال فاش رح أقول always keep medicine out of the reach of the children دائما أحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال run across the road تركض عبر الطريق يعني من تريد تعبر تركض هل هذا شي إيجابي أو سلبي؟ كي دائما سلبي فاش رح أقول never run across the road أبدا تركض لما انت عبر الشارع مثال للامتحان شون يجي بالامتحان؟ مثلا أقول keep medicine out of the reach of children أحفظ الدواء بعيدا عن الأطفال طيكم اختيارات never أو always هذا شي إيجابي فاش رح أقول always keep medicine out of the reach of children طبعا تحطوا ليها بداية الجملة نحن للموضوع الثالث من الوحدة السابعة وهو reflexive pronouns reflexive pronouns يعني الضمائر الإنعكاسية شون يعني الضمائر الإنعكاسية؟ الضمائر الإنعكاسية هي أنه نستخدم ضمائر الإنعكاسية لما نكون الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص بالجملة أوكي؟ فأيش أستخدم؟ أستخدم الضمائر الإنعكاسية خلا فهمكم يجب ملاحظة أننا نستخدم الضمائر الإنعكاسية عندما يكون الفاعل والمفعول به في الجملة هو نفس الشخص يعني أنا عندي جملة بها فاعل بها مفعول به الفاعل والمفعول به هو نفس الشخص فلما الجملة شرح تتكون رح تتكونني من ضمير الفاعل فإذا أنطي ضمير المفعول به إذا هو الفاعل نفس المفعول به فأخلي الضمائر الإنعكاسية يعني الآي أنا هذا فاعل الضمير الإنعكاسي للفاعل هو شنوى؟ يعني إذا كان الفاعل هو نفس المفعول به فما يصير أقول أنا آي آي لا، الآي أخلي بالفاعل بس كضمير الإنعكاسي بالمفعول به شي أخلي؟ نهسة آي أنا الضمير الإنعكاسي للآي هو شنوى؟ myself معناها نفسي you يعني أنت أو أنت أو أنتم الضمارة الإنعكاسية إلها yourself أو yourselves إذا مفرد yourself وإذا جمع yourselves yourself يعني نفسك yourselves نفسكم إذن الضمارة الإنعكاسية وهي كلمات تنتهي بself مع المفرد والselves مع الجمع this is singular and plural قلنا نستخدمها إذا كان الفاعل ومفعول به نفس الشخص بالجملة myself يعني نفسي ourselves أنفسنا yourself نفسك yourselves نفسهم himself نفسه themselves نفسهم herself نفسها وأيضا نريد أن أقول themselves أستخدمها للمذكر والمؤنث معناها أنفسهم نأخذ المثال حتى تتوضح الصورة أكثر we always enjoy فراغ إحنا دائما نمتع أنفسنا إحنا وأنفسنا الفاعل ومفعول به نفس الأشخاص فالضمير الإنعكاسي للفاعل we هو شنو هيا لازم تنحفظ قلنا we فاعل الضمير الإنعكاسي مالتها ourselves فاش رح أخلي إذا أشوف we رح أخلي ourselves يعني نحن دائما نمتع أنفسنا I fill down the stairs and hurt myself أنا سقطت من السلم أو السلانم جمع and hurt myself وأذيته نفسي من هو الفاعل بالجملة أنا زين من المفعول به هم ونفس الشخص زين شنو الضمير الإنعكاسي للفعل I مثل ما قلنا الضمير الإنعكاسي للفعل I myself فاش رح أخلي بالفراغ myself نادية 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 اشترت لنفسها سيدي مش هغل سيدي من هو الفاعل نادية من هو المفعول به هي نفسها نادية زين نادية معناها شي شنو الضمير الإنعكاسي للفعل شي her self you will make yourself sick سوف تجعل نفسك مريض if you eat all of these sweets إذا أكلت كل هذه الحلويات زينان إيش عندي هنان you عندي yourself you هو الفعل فاش رح أستخدم منها مفعول به yourself شكر شكرا